المياه المشكلة التي ما تزال تؤرق المواطنين في محافظة أبيان حتى في ظل بذل السلطات المحلية والمؤسسة العامة للمياه الجهود المضنية للحد من احتياجات الناس الماء المنقطع نضغط على الكهرباء الماء يجي قليل بيوت بعض بيوت ما يجيش أصحاب المزارع يعني بعض الحين يفتحوا الماء ولا ندري نقلس من ثلاث يام من أربع يام ما نقيم مين ولهذا كما تشوفوا الآن يعني الآن كان الصبح يمشي وقطع يعني هذا هو الآن حاصل في قعار مدير مؤسسة المياه الذي يعمل ضمن طاقم من المهندسين والموظفين دون كلل يقول إنهم يعلمون بمدى المعاناة التي واقهها أبناء المحافظة فمؤسسة المياه تعاني معاناة شديدة جدا تتلخص أبرز هذه المعاناة في عدم توفر مرتبات للعمال المؤسسة الأكثر من عام عمال المؤسسة يعملون في ظروف صعبة لغاية لا موازنة ولا مرتبات ولا محروقات ولا علاوات ولا أدنى موازنة شغيلية تمكنهم القيام بعمالهم ومهامهم الأمر الذي لا يمكننا من تأدية خدماتنا على مدار الساعة مؤسسة المياه تعاني من نقص كبير في الآليات الضرورية التي تساعدها على إيصال المياه للسكان في مديريتين زنجوبار وخنفر المعاناة لا تقتصر على المواطنين فحسب فعمال المؤسسة أيضا يعانون ظروفا قاسية تتمثل في عدم استلام مرتباتهم على مدى أشهر طويلة مؤسسة المحلية للمياه تعاني من عدم صرف مرتبات العمال لمدة عام ودع المسؤولون في المؤسسة جميع المواطنين بضرورة الالتزام بسداد فواتير المياه حتى تتمكن المؤسسة من صرف رواتب العاملين فيها وتوفير المياه للمواطنين دون انقطاع لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان